أكد أعضاء في مجلس النواب العراقي أن تغيير قانون الانتخابات ومجلس المفوضين سيطيح بتسعين بالمئة من المشاركين في الحكومة الحالية في حين رفضت مفوضية الانتخابات فرض جهة سياسية التغيير مبينة أن مجلس النواب ماض في تغيير القانون الانتخابي الحقيقة إذا ما تغير قانون الانتخابات وكذلك المفوضية أنا أجزم يقينا أنه سوف تتغير أكثر من تسعين بالمئة من هذه الوجوح التي حكمت العراق من 2003 إلى يومنا هذا فهذا هو السبب الرئيسي لامتناء الكتل وعدم رضاها بتغيير المفوضية وقانون الانتخابات وكذلك بالنسبة للقانون الانتخابي هذا قانون مجحف وظالم وكثير من الشخصيات والأحزاب الصغيرة لم تستطع أن تحصل على مقعد بسبب هذا القانون يجب أن يتجه البرلمان العراقي إلى تغيير المفوضية الحالية واختيار شخصيات مستقلة بعيدة عن الأحزاب لكي تتطابق تسمية الهيئة المستقلة للانتخابات مع الواقع المفروض أنه ناس مستقلين وليس حزبيين أن يتم تغيير القانون بطرق ربما لا نعتبرها دستورية كانت تكون هناك فرض إرادة من أحد الشركاء السياسيين فأن هذا الموضوع أعتقد أنه يجب أن يكون بالطريقة الصحيحة وهي أن نذهب باتجاه الطرق الدستورية والقانونية لأنه لليوم في العراق في دولة قانون ودولة مؤسسات وبالتالي نعتقد أن اليوم أيضا مجلس النواب العراقي جاد في تعديل القانون الانتخابي اشتركوا في القناة